الحقيقة أنا عايز أتكلم في موضوع تاني بقى ندخل في موضوع النسيان أنا مش قصدي النسيان بتاع أم كلسوم غصبت الروحي على النسيان وإنت هواك يجري في دمي لا أنا بتكلم على نسيان رموز هذا البلد إنك إنت ساعات كده تلاقي شخصيات مهمة جدا لعبوا الدور كبير وكان لها صولات وجولات وأغلق صفحتها واختفت اختفت من الأحداث طبعا ربما رحلت واختفت من الشارع واختفت من زاكرة الناس واختفت أيضا من الإعلام ولذلك تلاحظوا الفترة الأخيرة دية إن أنا مركز على بعض الرموز اللي بتكلم عنها بفكر الناس بيه هالمعقولة فكر الناس بمكلسوم هالمعقولة فكر الناس بمحمد عبدالوهاب عبدالوهاب والصنباطي يعني إذا كان لعبته الكرة الأدام عايشين في خيال المصريين زي الكارنك وزي أبو الهول والعرب طيب فيه يعني رموز تستحق إن إحنا نكرمها أنا على فكرة ما بسمعش ممكلسوم على القنوات المصرية إلا قليلة بسمع على الفضائيات العربية وأو على النت التسجيلات لكن هذا الإهمال وأنا قاصد أولا هذا الإهمال بيفقد الشباب جزء من زاكرة هذا الوطن وزاكرة الوطن دي يعني ما فيش أوطن بتريش من غز ذاكرة ومعنى دمور زاكرة الوطن والإنسان إنه بيفتقد تاريخه وغزوره والثوابت اللي عاش عليها فكروا الناس بيهو الإعلام يكل شوية يتكلم عنه إنما بصلا لايه دقيقة مش عارفة إيه قالوا يا السلام مستخصرين على نجيب محفوظ برنامج حطين له كده كلمتين قال أنا جيب محفوظه والله قال أحمد شوقي لا وبعدين إحنا دولة عريقة يا جماعة والله يعني إذا كان البعض لا يدرك قدر هذا الوطن لا إنت عندك تراث يعني يجب إنه يحتل مكانة كبيرة في وجدان الناس وضميره هو اللي موجود وإذا ما كانتش المسرحيات وإذا ما كانتش الأحاديث يعني أنا فاكر زمان كان فيه حديث الصبح كان طاع صين والعقاد وفكرة أبازة ومجموعة كبيرة من كبار المفكرين بيكلموا كبيرة بيكلموا الصبح وكانت أم كلسوم بتغني الصبح على بلد المحبوب والديني والأغاني الجميلة بتاعه ده طيب وعبد الوهاب كان بغني للقطر طبعا مش القطر الحديث ده إذا أترك تعزمان يوا بور قولي راي على فيه كل ده يعني رصيد والشعوب اللي بتتنكر لتاريخها بتغسر الماضي والحاضر وتشوه المستقبل ده خطأ جسيم على فكر إن احنا نتصور إن الحاضر فقط هو الذي ينبغي أن يعيش لا مش الحاضر بس الماضي أيضا فيه ذكرات كتيرة عزيزة وفيه رموز كبيرة يجب إن احنا نعيش معها